تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أنبى جلالته صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريجي دورة مرشحي الضباط الجامعيين رقم 23 وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن لنعيمي وزير شؤون الدفاع صباح اليوم بكلية عيسى العسكرية الملكية واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ثم قدم الخريجون استعراضا عسكريا بعدها قدم إجاز عن الدورة وإعلان النتائج ثم تفضل سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن لنعيمي وزير شؤون الدفاع بتسليم الجوائز للأوائل وللمتفوقين بعد ذلك أدى الخريجون القسم القانوني ثم قام سعادة وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات على الخريجين وفي ختام الاحتفال نقل سعادة وزير شؤون الدفاع تهاني صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين للخريجين وإشادة صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لإتمامهم بنجاح كافة متطلبات التدريب وهنأهم على جهودهم الطيبة التي بذلوها أثناء تلقيهم العلوم العسكرية وقد أعرب سعادة وزير شؤون الدفاع عن سعادته بتخريج هذه الدفعة من الضباط الخريجين متمنيا لهم دوام التوفيق والسادات خلال تأدية واجباتهم ومهمهم بجانب إخوانهم في مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع البحرين في الدفاع عن مملكتنا الغالية لتظل رايتها خفاقة عالية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه حضر الاحتفال سعادة الفريق الركن أذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين